السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الفيديو جديد من بعد ما دلت الفيديو كيف تقدم راسك في القسم يعني كيف تقدم راسك في القسم هنا العديد من الطلبات أنني نخدم معهم سيلف انتروداكشن يعني كيف تقدم راسك حتى بالإنجليزية ملتحة دي مع راسي نعملوا محاولة نشوفوا هاد هاد سيلف انتروداكشن كيف يمكنك تعبر على راسك كيف تقدم راسك بالإنجليزية داكو نبدأوا على مركز تلاحظوا معي متان نقولوا سيلف انتروداكشن سيلف هي شي حاجة داتية داتس سيلف داتس انتروداكشن هو التعريف التعريف بالداتس داكو السؤال عبارة عن كيف تقدم نفسك كيف تقدم نفسك 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 السؤال الا السؤال يتطلب هو tell me tell me about you يعني اخبرني أخبرني عني أو عنك عنك أنت سوف نرى أولا ما هي المحاول التي يجب أن تهضر عليهم كيف سوف نتعلم في الفرنسي كذلك سوف يكون في الأنجلي كيف سوف نرى 4 الأشياء لدي 4 الأشياء التي يجب أن نهضر عليهم ونهضر عليهم بالترتيب أولا ما سوف نرى هي personal information يعني المعلومات الشخصية ديالك personal شخصية information المعلومات المعلومات الشخصية بحالة مثلا اسميتك كنيتك أنا وأخبروا الأشياء التي المعلومات 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 الهوايات ماذا تريد تدير في الوقت الحر او ماذا تريد تدير الهوايات الاخر حاجة هي التجارب او الخبرات التجارب او الخبرات كما نعرف كثير من الناس الذين يعملون مع والديهم يعملون في خدامهم او مثلا بابك تكون تكون تعمل خدمة التي يعلمها لك تعرف ان تفعل شيئا اذا ندخلوا واحد الاكزامل نرى كيفية كيفية تدير الهوايات اول حاجة كيفية تدير الهوايات معلوماتك الشخصية كيفية تبدأ الحوار او الهوايات بهاي او هلو مرحبا او اهلا كي يعمل او خدمة اسمي خدمة ملكية نعم او مارج ان تتقدم الشهر انهار و السنة هناك تكسب لنا المدينة يعني عندي 26 years old يعني عندي 20 سنة years old و السنة يعني الأب ديالي يعني مقاول و الأم ديالي دونك هديك سبقى اختيار سبقى اختيار سبقى اختيار باباك و ماماك فاش خدامين داكوغ هي ربت بيت أو ربت منزل دونك هاوس يعني زوجة هاوس وايف هاوس يعني منزل وايف هي الزوجة داكوغ I have one brother يعني عندي أخ واحد برادر هو الأخ داكوغ و داكوغ و داكوغ نحضروا شوية على الهدوكيشن داكوغ I got nine in the final exam of primary school يعني جبت ثمانية في جبت ثمانية في المنتيح النهائي في المدرسة البتدائية أكوغ ماي فايفورت سكول سبجكت لاحضوا معي سكول سبجكت هو المادة المواد اللي كتقروا سكول سبجكت ماي فايفورت سكول سبجكت يعني المادة المفضلة عندي ك so معخص المادة المادة المدير كان well إسلامية فرنش عربي لكي أخبار 20 كل ماهيب Wheat أي المهيب المهيب نعم هذه المواهب کعة جدا يتعلن به الأمر بالأمر بقيت لكم باين نستطيع أن نعبره على الهبيات التي يجبونا كيف يمكن أن نقوم بمثلا كيف يمكن أن نقول I like أو I love يعني أفضل أو أحب كيف يمكن أن نقول My hobbies are يعني هي من هواياتي هواياتي هي و نكمل كيف يمكن أن نقول كيف يمكن أن نقول I like or I love My hobbies are In my free time I like to do a lot of things like في وقت الفرخ ديالي I like أحب أو أفضل To do أن أفعل A lot of things يعني الهديد من الأشياء مثلا أتنقل the hobbies ديالي I enjoy يعني I enjoy يعني أستمتعو بي أستمتعو بي دائما أستمتعو بي من المرة ها The verb كيكون بING دائما The verb يعني يعني I like I love playing tennis يعني كيش بني لعب تنس And cooking يعني الطياب OK من التنس للطياب مو يمتنس ديالدرالي أخر يعني My hobbies are يعني من هواياتي Reading القراءة And playing football OK In my free time I like to do a lot of things Like playing computer games يعني العب The games يعني العاب And reading يعني القراءة I enjoy يعني استمتعو بالقراءة Reading And traveling To new places يعني نصافر بزاف ديالبلايس جدادي OK So أخر حاجة نقدر نسالي بها Self introduction ديالي هي شنو بغيك نكون في المستقبل دكا I would I want I want I would like to be يعني بغيت نكون مثلا الدكتر يعني طبي When I grow up من اللي غن كبر I want أريد أن أصبح I want to be For example policeman أو la teacher أو la بزاف ديال الميهن اللي كاينين So I hope يعجبكم هذا Self introduction أمرت معكم محاولة بسيطة بكلمة بساطة Des expression بساطة اللي تقدروا أنكم تحفظوهم So نتلقوا في فيديوات مقبلة إن شاء الله نتلقوا في رعايت الله